متدخل الفقران يعني في فران صغيرة جدا في نوع من أنواع الفقران في المناطق الصحراوية بالذات هتلاقي إن الفار حجمه صغير جدا ممكن يخش جوه فتحة الخلية ويخش جوه خلية الناح طبعا واحد ممكن يقولي لو خلية قوية الفار ما يقدرش يخش أيوة ممكن بس برضو الفران دي متأثر على جودة الخلية وبيخش ياكل في الشامع زيه زي دودة الشامع والأخطر من كده إن مرة لحظت خلية من عندي إن في فار دخل جوه كانت الفتحة واسعة برضو شوية والفارة ولدت في الخلية جوه يعني أنت متخيل اللي هي وصلت لدرجة إن الفار ولد جوه الخلية ده نتيجة طبعا إهمال مني إن أنا ما تبعتش الفتر طبعا الأسباب الأخرى لهاجر الخلايا زي مثلا بقى الأسباب اللي إحنا كلنا عارفين إنه كنت تحط مثلا الخلايا جنب زريبة مواشي طبعا هو ميستحملش الريحة بتاع الزريبة المواشي أو في مضارب اللي هو درس التبل اللي هو أعلى في البهايم برضو ميستحملش اللي هي العفارة بتاعة الدريس بتاع إن كان قامحة أو شعير أو أي دريس أو برسيم كل الكلام ده تبعد عن الماكينات اللي هي متدرس في الحقول فده كله ده ميقادي برضو إن النحل بينزعج وبيسيب الخلايا بتاعته ويمشي إنه في سببين فيه اللي هو موضوع هجر الخلايا وموضوع موت النحل طبعا موت النحل إحنا قلناه هجر الخلايا من الأسباب اللي هي متبقى مش مباشرة جدا متأثرش على صحة النحل بس تأثر على شغله يعني هو بيجو الخلية ليه لإنه فيه حاجة أثرت على شغله هو بيبني شامع وفيه سبب ميخلي أو فيه عوامل خارجية متأثر على بناءه للشامع لإنه الشامع طبعا نحنا عارفين ده أهم حاجة ده حياة الخلية من غير الشامع الناحل ما يعش فيحتبر بيته ويحتبر مصدر رزق الناحل اللي هو الشامع بيخزن فيه طبعا حبوب اللقاح والرحيق وكل حاجة بيعملها في الشامع عشان كده الشامع مهمة جدا 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 لسلامة خلايا الناحل السبب الأخير اللي معايا وهو الجوع اللي هو الجوع ما تجيش تختار مكان وتحط فيه الخلايا يكون أماكن قاحلة المناخ قاصي فطبعا المناطق دي تبقى فيها فقر في المراعي وأغلب الوطن العربي كله طبعا فيه فقر مراعي فبالتالي أنا أحب أختار المكان اللي يبقى متميز بحقول أو مزارع مختلف ومحاصيل مختلف مجيش أحط 200 خلية في مكان لا يسع إلى عشر خلايا بس فطبعا ده موضوع فينا حالين كتير متعاني من الموضوع ده بيجي كتر الخلايا بتاعته في مكان ما يستحملش أصلا عشر خلايا فأنا بحط فيه مية فطبعا ده شيء برضو خطير باقي الخلايا كلها بتهجر المكان من قلة مصادر الغزاء من قلة مصادر حتى لو أنا اعتمدت على المية والسكر يعني حتى لو أنا مغزون مية والسكر وجدتوا وقلوا أننا نحط لهم مية بسكر لا لأن في حاجة تانية للنحل اسم حبوب اللقاح لازم أن يجيبها برضو أنه بيأكل بها لأرقات الصغيرة فبالتالي برضو موضوع الجوع موضوع خطير أن نحن نخلي باننا أمن وهي دي الأسباب موت النحل وهاجر الخلايا حبيت أن أنا أوضح حالكم رب تكون حتى بقادر بسيط طبعا الفيديو ده استهدف منه النحلين المبتدئين نما لسه دخلين في موضوع تربية النحل جديد أتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله يبقى شتوية خير على جميع النحلين بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته